النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل كابتن شريف أولا الحمد لله على سلامتك وحيشنا جدا عبيبا كابتن اسلام الله يخليك وحيشنا جدا أخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله ذال فعله الحمد لله كابتن شريف يعني النادي الأهلي أولا فوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية والبطولة الأفريقية الـ 11 كيف رأيت هذا الفوز؟ ده أولا ثانيا ليه الناس حاسة أن احنا فوزنا بهذه البطولة له شكل مختلف هذه المرة؟ في البداية طبعا نجم الكبير الإسلام لازم تحية وتفضير كبيرة جدا رقم واحد في جماهير النادي الأهلي ودعمها الكبير المتواجد في كل مكان هي القلب الناضد للنادي الأهلي في كل مكان هي الجماهير رقم اثنين الإدارة مجلس الإدارة خطيط طبعا لو خدنا الموضوع من الأول بتلاقي العقبات الكبيرة جدا قبلت مجلس الإدارة بالقادة كابتل محمود الخطيط والحمد لله بتلاقي رغم العقبات الكبيرة دي تكمل إنجازات والنجاح الكبير جدا بسياسة وقيادة فنية وإدارية نجحة جدا دي بيقودها طبعا كابتل محمود الخطيط فتحها تطيق رقم واحد للجماهير رقم اثنين المجلس الإدارة بالكامل بقادة كابتل محمود الخطيط طبعا ونيجي بالن ليه طبعا الجهاز الفن بالكامل اللاعبين كل دول ينظر كبير جدا في النجاح لتكملة المسيرة في النادي الأهلي طبعا الحمد لله بطولة الأخيرة الخداشر يعني بصنفها تاني أقوى طولة بعد طولة القضية الممكن ده مهم جدا نتبعنا نعرف يعني قيمة طبعا بطولة ماتش القرن ما بتقبلش النادي سبعتاشر حداشر الفين وعشرين أو سبع عشرين حداشر لنأسف الفين وعشرين ما بتقبلش النادي المنافس ليك في المسيرة في بلدك غير كل فترة فما بتحصل بتقبلوا الاثنين في بطولة قرية ده بيبقى حد فدي بالنسبالي رقم واحد رقم اثنين وانا باعتبارها البطولة دي في نواحي كتيرة جدا مجاحها مش مش نتك سبت الماتش على فكرة البطولة الماتش فنية نهارة النسلام بعيد جدا خلاص ولكن أهداف البطول الإدارية والقيمة اللعيبة والقيمة الجمهورة والقيمتك في القرى الأفريقية كل دي نجاحات لك ينت حققتها المكاسب الأخيرة للبطولة عشان كده البطولة دي تصنف تاني أقوى بطولة بعد بطولة القرى فأنا شايف أن النجاح ده نجاح يحسب المجلس الدارة شكل كده جدا واللعبين حاجة على مستوى مستر كولر قدم فن احنا ما نتكلمش نجاح البطولة ناحية الفنية لآخر ما قش بس لا على مدار البطولة كلها بنقيم مستر كولر على مدار البطولة هو الجهاز اللي معاه اللعيبة قيمة اللعيبة اللي موجودة معاه واما نجاح نجاح دي القيادةibilidad class ولكن خلينا نتكلم Visual أنه فنية بعيد من كل الطرفين ولكن الزج تكسب Azure فيه أجواء رهيبة جدا وكابت النسام انت عارف يعني ايه اجواء دعب المغرب وانت كمان طبعا يعني كابتني لعبت مطلط كتيرة جدا هناك وانا كمان لعبت قدام الوداد خمس ست مرات في المغرب والرجال كل فرق المغرب لا صعب جدا الموضوع مختلف صحيح صحيح صعب جدا جدا انا بكلمك وانحنا تكلمنا ونبهنا قبل البطولة كمان قلنا التحكيم وقلنا الاجواء الجمهورية وقلنا الاحداث اللي خارج المستطيل اللي الناس ما تفهمهاش صحيح صحيح وانا عرفها لان انا لعبت في اكبر نادف افريف فانا عارف يعني ايه قيمة المطلط وعارف ايه الاحداث اللي بتخصل الكوالير اللي احنا طبعا ما بنحبش نقولها بالتفاصيل بس نقول حاجات شغيرة منها كل الضغطات والسترس الموجود على اللعيبة وكل الاجواء الخارجية والتحكيم واجواء الجماهير انت الجماهير بتلعب مع السرع الجماهير فيه وقت معين اللي هم كذبانيه واحتفق ازاي يولعوا الشماريخ مع بعض واعطلوا الجيم كويس ان هم ولعوا ايه بقولك كويس ان هم ولعوا الشماريخ ساعتها يعني انه بعد قبل الشماريخ وبعد الشماريخ حاجة تانية خالص الحمد لله يعني كل ده بيلاك قيمة اللعيبة بتاعها تايب والسبات بتاع اللعيبة يعني بين الشوتين طبعا مستر كورر اللعيبة عندنا كان لعيب وكان خارج عن الجيم شوية متعصق شوية متنرفز طبعا هم اساليبهم كلها تنافز طبعا احنا الاخوة عربة احنا بتكلم بس المنافسة في الملعب الملعب يعني اه اه طبعا احنا اخوة كلنا وكل حاجة طبعا طبعا اه ولكن الحمد لله مستر كورر اه لقينا الشوت تانيك في نسام اللعيبة ههديت اكتر ما فيه هدوء فيه لو لاحظ يمكن تشوف كم تمريضة قبل ما يجينا الكورنر اللي عمله عالم عبر ام احواس تدوير الكورر في اللعب في العمق وارتداد ثانية واللعب على الاطراف ما يجينا الكورنر دي شخصية لعيبة وشخصية مزارة ايو ودي شخصية وقيمة المكان اللي انت موجود فيه انت بما بتبانش غير في البطولات الكبيرة وطح في الضغوط الكبيرة ودي ازاي طبعا كنت نسلام قيمة الناد الاهلي ومبروك طبعا دي جماهرنا بمجرس المزارة وكل شريف انا حاخدك بس في منطقة اخرى لانه مش متواجد في قطاع الناشئين في الناد الاهلي بسبب اعتقد طموحك يعني انت قدمت اعتقد موسمين او تلاتة ويمكن اكتر شوية كمان نجاح باهر في كل شيء وكل الامور ولكن الطموح دلوقتي الانتقال الى مرحلة اخرى اعتقد كده انت احنا ما تكلمناش مع بعض ولكن انا اعتقد كده طبعا انا كنت نتلامي يمكن الحمد لله انا بس لسه ما اعلنتش طبعا اراك انت بشكل سي ممكن اول مرة اقول لحضرتك يا انا طبعا استأذنت من قطن الخطيب انت عارف انا ما فيش خطأ فيش حاجة في ما حد يقدر يستأذن ويمشي انا من المشيش من النادي الاهلي النادي الاهلي هو اللي نتفضل احنا اسلوبنا كده في النادي طبعا انا بقى لي خمس سنين في قطاع ناشئين الحمد لله تدركت بجميع الفرحة في القطاع اه مدير فني ثلاث سنين وربعة بالحالة فريق الشباب فانت لو مدرب ما عندكش طموحة ما ينفعش لو ما عندكش الطموح ان انت يبقى عندك خطوات تانية يبقى انت كده مدرب عديم فانا اه طبعا رخ لكابتر خطيب واتكلمت معاه وامكن انا مش عايز اقولك بس الخطوات اللي تمت لان هي كان فيها كده حدث يعني محتاجة حتة طويلة شوية اه يعني انا اقولك حاجات بسيطة يعني فالحمد لله يمكن الكابتر خطيب تعز مدش الوداد وانهاء اصرف المدش هنا وهو مسافر عايز اقولك ان هو كان على تواصل معاه فدي وبقى اللي قيمة الحمد لله رئيس النادي يعرف يعني ايه قيمة النجوم واللعيبة الكبار اللي كانوا موجودين في النادي ويقدرنا ازاي وبيحتويين ازاي وده بمهم جدا بالنسبالي والحمد لله ممكن لغاية دلوقتي اعتواصل معايا دي حاجة كبيرة بنزالي جدا انا قلت يعني انا ازاي يعني الحمد لله طبعا احنا لحاجات بتاعتنا بنحبش نتكلم فيها كتير ولكن اوكبت لسه اعتواصل معايا وقلت له كابتين انا فيه واحد من ثلاثة فاهدافي كذا 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 قال لي لأ عندك طموع ونجم خطواتك تبداها وحنتفضل وإحنا معاك طبعا حاجة محترمة جدا يعني اتفضل واتفضل وإحنا معاك احنا في ظهرك ومعاك واي حاجة تحتاجها افتاع وده بيتك وفي أي وقت موجود عايز ترجع تفضل بنفس الطريقة كده وقال لي وانا في ظهرك وانا في ظهرك وانا في ظهرك وطبعا الحمد لله طبعا بعد الكلمتين دول انا ارتحت جدا واخدت الاذن منه ويتوكلت على الله وبلغت الناس في النادي كابتين خالد طبعا وكابتين بازر أجابه طبعا كان نفس اشتغل مع كابتين بازر واجبك بسه جاي كنا اكتر واحد انا حازين مش اشتغل معه انه كان زعلان جدا ان انا ماشي هو طبعا كانت نخال بيبه ومعان طبعا وليد سليمان صديقي ونائب الرئيس القطاع وكادت ان اجي ناس زعله جدا جدا ان انا ماشي وانا في ظهوم اكون متواجد فكلنا هنكمل بعض واندي دفعة كبيرة للقطاع طبعا ولكن كابتين اسلام انت عارس ترمض ربنا في النادي ده النادي ده بيدينا خطوات مهمة جدا في حياتنا يعني انا انا راجل واخد كرير التدريب ونواحي الفنية ففي دفعة كثيرة وانا ييجي كانت وحصي بيقول لي ايه ده خطواتك واشنا معاك واشنا بضهرك لكن الحمد لله انا لو راجل مش ما عنديش طموح هقبل اعود يعني ما ينفعش لسه كنت هقولك اه ما ينفعش سنت داخل في رزكي يعني انت لسه هتنتظر اين اللي هيحصل بالدنيا الحمد لله بدأ انا خطوات والحمد لله بدأ التعروض دي يجي الحمد لله في الدور الممتاز ودور الدرجة التانية كويس جدا حاجات تانية بتمثل منتخب مصر فبإذن الله كل ده يبقى موجود في بداية الناس الجديد ان شاء الله وان شاء الله يبقى في حاجة كويسة وغير ان شاء الله يعني انا برضو هقولك ان احنا في ظهرك طالما رمزنا ورئيس النادي عندنا الهزك او رئيس النادي الهزك كابتل محمود الخطيب الازا الكلام اذا الجميع وكل جمهور النادي الهي حيب افضارك لان انا عارف ان انت اربع او خمس سنين نجاح متواصل ونجاح بهل مع كل الفرق والقيادات الفنية اللي انت مسكتها خلال الاربع او الخمس سنين اللي فاتت وبالتالي انا بشكرك على اربع او خمس سنين وبشكرك في نفس الوقت على هذا الطموح ان انت كيف تفكر لمستقبلك خصوصا ان في ريسك برضو انت ما انت مش هتشتغل دلوقتي على طول ولكن الريسك دلوقتي ان انا عايز اشوف اه طموح اخر ده حقيقة كانت الاسلام يمكن من يوفقك ان شاء الله ان شاء الله كانت ممشكر جدا وان شاء الله هتلاقي حاجة كويسة واحنا ده اللي تربين عليه انت لما تلعب في نادي كبير انا كده الحمد لله ست تابع سنين في نادي الاهل وانا العيد اه اه انا مدرب اتناشر و تلاتاشر سنة فالحمد لله وانا العيد حوالي 14 بطولة وانا برضو مدرب الحمد لله حصلت على الطولات فكل دي الحمد لله انجازات وده اللي عودنا على النادي ده يازم يبقى عندك طموح متجدد ايوه كل اهدافك والبطولاتك ده تلعبش في حيات الغرب تلعب في نادي كل نفس يعني الناس لسه مخلصين الحداشر بيقولك الاثناشر صحيح صحيح ده اللي تربين عليه وده لو ما عندكش طموح ما اعتقدش ان حد يقدر يفضل موجود في نادي الاهل انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معنا وكل التوفيق خلال الفترة اللي جاية وتمنى ان احنا نشوفك طبعا على شاشة قناتنا قناة نادي الاهل